في هذه الحالة تطهر الخلايا الدم الحمر بشكل شظايا أو بأشكال مختلفة تشبيه الشظايا مختلفة في الشكل والحجم وتطهر صغيرة وتحتوي على عدة نهايات مستدقة أو حادة ولا تحتوي على منطقة شعوب المنتصف كما في الخلايا الدم الحمر الطبيعية غالبا ما يكون هذا نتيجة لضرر يلحق في خلايا الدم الحمر أثناء أمورها في الدورة الدموية أما كأن يكون بعض الصمامات القلبية الصناعية أو كذلك بعض الاختهابات التي تحفز خيوط الفايبرين المغزلية والتي قد تصدم بخلايا الدم الحمر مما تسبب ضرر لها من الأمراض الشارعة التي تسبب هذه الحالة حالة الشيستوسايتس هي المايكرو انجيوباثي كيمولوتيك أنيميا والماكرو انجيوباثي كيمولوتيك أنيميا كلها هم امراض تحليلية ولكن احدها ما تقع في الأوعية الدموية الصغيرة والناعمة والأخرى تقع في الأوعية الدموية الكبيرة أو في الكبت والطحار وحالة الثالث هي رينال كرافت ريجيكشن أي زمن الزراعة الكلية الفاشلة بسبب تحسس الجسم لها والأخيرة هي سفير برونس أي بسبب الحروق شديدة سيكل سيلز أو بديك برونسايتس يغضي الحالة تظهر خلايا الدم الحمر بشكل خلايا هلالية أو منجلية ذات نهايتين عدتين تظهر بهذا الشكل كما في الصورة ويعزى هذا السبب كذلك لا تحتوي على منطقة شعوب في المنتصف ويعزى هذا السبب لوجود طفغة جينية في البروتين المكون أو عفوا في الأمانيو أسد أو الأحماض الأمينية مكونة لبروتين البيتا وهذا أحد البروتينات المكونة لصبغة الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمر إذ يحدث استبدال حامض أميني لوتامين بحامض أميني آخر وهو الفالين في حالة الهيموغلوبين أس ولذلوتامين هو قاعد حامضي أمن لفالين قاعدي فهذا التغيير يسبب ترسب بروتين البيتا تحت الظروف اللاهوارية أو قاعدة الأوكسجين حاصل من عند مرسة رياض الشرقة أو الذهاب إلى مواكين عالية يتقل فيها نسبة الأوكسجين فتترسب البروتين في داخل الخلية فيغير شكلها ويتضرها فتظهر بهذا الشكل وتكون صالبة وغير مرينة أي أنها عند مرها بالكبد والطحال سيتأتهمها خلال الدم البيضاء والدماكروفيج وتدمرها من الحالات المسبب لها كما قلنا هي حالة المرض الفقر الدم من جل الشارع وكذلك حالة أخرى هي مراضي هيموغلوبين S-C disease في هذه الحالة نوعين من هيموغلوبين المراضي أحدهما هو هيموغلوبين S الذي مسببه لغلوتامين استبدال بالفالين كما في حاتف القدم من جلي والسي وكذلك طفرة جينية أخرى مكون هيموغلوبين آخر وسبب هو استبدال بلوتامين بحامض أميني يسمى باللايسين فكذلك تسبب هذه الحالة المغضية Spirocyte أي خلايا كروية وتهدث هذه الحالة عندما لا يتم هضم أو ابتلاء خلايا دم الحمر المارة في الكبد والطحال من قبل الماركروفيج أو الخلايا بالعامية وخاصة الخلايا الكبيرة بالعمر مما يسبب التهام جزء من سطحها بعدما يبقى محتوىها الداخلي ثابت فيتغير شكلها من الشكل القرصي إلى شكل الكروي وكذلك تسبب النقص في حاجمها عن حجم الطبيعي خلايا دم الحمر ولا يوجد منطقة شحوب في المنتصر هناك حالة أخرى كذلك تسمى Helieteris ferocytosis أي خلايا دم الحمر الكروية لكن سببها وراثي يحدثها سبب التلف في البروتينات الطولي أو العمودية المكونة لسطح خلايا دم الحمر أو بسبب تلف الروابط التي تربط البروتينات المكونة أو البروتينات العمودية المكونة لهيكل خلية دم الحمر أو السطحة فيسبب التلف في أو عدم انتظام في رشاء خلية دم الحمراء وكوناها ذلك بشكل الداري هناك عديد من الأمراض التي تسبب هذه الحالة منع Helieteris ferocytosis وههم Autoimmune Hemotic Anemia وهي الأمراض التحديدية المناعية بسبب التحسس خلايا دم الحمر من قبل المستضرد المناعي IgG والذي عمي في درجة حال 37 وكذلك بعض العلاجات تسبب النماط التحليلية وبعض عمليات نقل الدم التي تسبب تحسس خلايا دم الحمر في أطفال واحدة في أولاده وكذلك نقص في إنزام من Glucose 6 Phosphate أو G6PD وهو إنزام مهم في عملية تكوين خلايا دم الحمر وكذلك بعض الخلايا المخزونة لمدة طويلة في مصرف الدم أو الحمراء يسبب نقص في شكلها بسبب نقص الأوكسجين أو نقص غلوكروز ونقص بعض إنزامات مهمة داخلها فتسبب هذا الشكل وكذلك بعض الحروق الشديدة Stomatocytes وهي الحالة التي تثير فيها خلايا دم الحمر بشكل كوب أو حوض إذ أن مطقة الشعوب التي في المنتصف بدأ أن تكون دائرية تكون بشكل شقطوري وهذا الشق الطولي إذا ظهرناه في المجهر الكتروني ستطرخ خلايا دم الحمر بدأ أن تكون قصية مضغوطة الجانبين أو مقاعرة الجانبين في المنتصف تكون بشكل كوب غالبا ما يعز هذه الحالة إلى كون هناك مشكلة وراثية ومكتسبة تغير سطح أو وزن أو عفوا حجم من خلية دم الحمراء أما كأن تكون بالHydrocytosis أي حدود تلف أو خلل في مستقبلات الخلية أو المحيط الموجودة التي توجد فيها الخلية بما يسبب امتصاص كمية كبيرة من قبل الخلية للصوديوم والبوتاسيوم والذي يرافق معه نقل جزيئات ماء كبيرة إلى داخل الخلية فيسبب انتفاقها أو كذلك في حالة Zerocytosis YX هذه الحالة إذ هذا الخلل في مستقبلات الخلية البروتينية يسبب طرد جزيئات البوتاسيوم وصوديوم كذلك ما يسبب كذلك طرد جزيئات ماء مسببها إنكيما شعر بكثة الحالتين تسبب حالة Stermatocyte أو تشبه تركيب الثغرة أو البثرة من حالات المراضين المسبب لها الحالة هي الهيدة هي Stermatocytosis وكما قلنا في الحالة الأولى ولكنها حالة وراثية بسبب خلل في المستقبلات البوتينية على سفح الخلية الدم الحمراء والأرتفاكت أي حالات مصطنعة كان عمل مسحة الدم وهذه مسحة الدم أما بواسطة Cover Slide بعض المواد المهيجة لها تفرز وتكون الخلية بهذه الصورة أو وضعها في محل الحفظ مثل السنين وهذا محل الحفظ في تركيز وملاحة كبيرة أو قليلة بسبب هذه الحالة أو كحات التنون الكحول أو بعض أمراض الكبد وكذلك بعض حالات المراضيات خاصة بالأنتجين على السحة الخلية كما قلنا لأن خلية الدم الحمراء فيها أنتجين A وB وD أي بوهذه المستددات التي تتحدث أو العفو انتجينات التي تتحدث فصيلة الدم فأن فصيلة الدم أو أحد الأنتجينات التي تسمى بالD أو الRH أو العامل الريسي هذا الفائلته في الحقيقة هو التنظيم شكل خلية الدم الحمراء وحفظها إليه موت سطحها ولكن في بعض المرضى ينعدم هذا العامل الRH جدرياً وليس أثرياً أي أنه لا يحتوي على هذا الانتجين مطلقاً فيسبب هذه الحالة وكذلك بعض الأدوية أو العقاقة تسبب هذه الحالة ولكن غالياً لما تكون إنعكاسية أي بمجرد قطع العلاج ترجع الخلية للحالة الطبيعية في هذه الحالة تظهر خلية الدم الحمر كأنها هدف للرامي أو تظهر بشكل وكأنها أعين الثور وما يسمى بالبولز آيز في هذه الحالة يتركز الهيموغلوبين في المنتصف كما تشاهد هنا وفي المحيط مما مكونة هذا الشكل أو مكونة منطقتين غامقتين بعض الحالات تظهر بشكل تركيب يشبه الجرس أو تركيب يشبه الخلايا المنطوية كاميرا هنا تشاهد من الأسباب التي تسبب هذه الحالة هي بعض الأمراض الكبد وأمراض الكبد تسبب خلال في نقل الدهون الذي تثقل في تركيب خلايا دم الحمض وهذا نسبة الكولستور القليلة تسبب هذه الحالة من خلال قلة الشد الموجود على سطح الخلية مما يسبب تكون هذه الخلية أو بعض الحالات المصطنعة عندها عمل مسحد دم ولكن تحتها غطوبة عالية أو بعض أمراض الهيموغلوبين مثل وقت سبب في ذلك هو كون عدم انتظام في توزيع نسبة الهيموغلوبين من داخل خلية دم الحمراء مما يسبب زيادة السطح إلى الحجم الخلية كذلك من الأمراض الشاعر المسببة لهذه الحالة هي الهيموغلوبين باثيز الخلال في الهيموغلوبين أمراض تسبب خلال في الهيموغلوبين مثل الهيموغلوبين والسيكوسيل أو الخلال الدم المنجلية أو ثلسيمية وغيرها بعض أمراض التي تسبب نقص في الحديد مكون أو الداخل الذي يدخل في تكوين هيموغلوبين أو بعض أمراض الكبد الانسدادية كأن يكون هناك السدادة في قناة الصفراء أو حدوث خلال عدم وصول بعض البواتينات الظهورية التي تنتج من الكبد إلى الدم أو السبلينكتامي أي استئصال الطحال والذي يساهم في التهام خلال الدم الحمر الغير طبيعية أو الكبيرة والأرتفكت الحالات المصطنعة كما قلنا هي مام المسحة الدم تحته وطوبة عالية في هذه الحالة تظهر خلال الدم الحمر وكأنها تشفه بالدمعة دمعة العين أو تظهر بشكل كوميثري أي من الحوافحات والجزء الآخر مستدق يختلف حجم هذه الخلايا ومن أسبابها يعتقد أن بعض الخلايا الدم الحمر تحتوي على بعض الترسبات أو المواد هنا بعض المواد الداخلية الغير طبيعية أما بسبب الترسبات الصفغة الهيموغلوبيين أو بعض المركبات أو العضيات الغير طبيعية حيث عنده خلايا الدم الحمر خلال النخاء العظم اللي تحتوي على مجر الدم تحصل ومما يؤدي إلى تجمع المركبات أو الترسبات في الخلف ومعطيها هذا الشكل في حالة الميلوثياس وهذه الحالة هي انسداد خلايا الدم أو النخاء العظم بسبب وجود خلايا السرطانية تنتج خلايا الدم بشكل عام بكثرة كبيرة فهذا الزحام أو الزخم لخلايا الدم السرطانية وخلايا الدم الطبيعية العبورها من النخاء العظم إلى المجر الدم يسبب انبعاج أو ضغط بعض الخلايا الدم الطبيعية أو الحمول الطبيعية مما يسبب نفس الحالة كذلك مؤسارها أو تجمع الترسبات أو المركبات الغير طبيعية في الخلف بعض الأمراض التي تسبب هذه الحالة هي Primary Milo Fibrosis وهي حالة التلف في النخاء العظم بسبب بعض الخلايا السرطانية التي تنتج خلايا الدم الحمر أو عفوا خلايا الدم الأخرى خلايا الدم البيض حالة Thalassemia وهي حالة مراضية تسبب خلل في الهيموغلوبين وحالة ميغالبلاستيك أنيميا وحالة السيدروبلاستيك أنيميا وحالة ميلو ثياثيك أنيميا وحالة Thirc-Induced Hens Body Formation بعض هذه الحالات بسبب نقص أو قلة الوجود العفون الحديث وبعضها بسبب قلة فيتامين بي سيكس وبعض الآخر بسبب مايغالبلاستيك أنيميا في هذه الحالة يستبدل أو عفوا توجد في مجرى الدم بعض خلايا الدم الحمر الغير ناضجة بسبب استبدال بعض النسيج الذي في داخل نخاء العظم بنسيج سرطاني أو حدوث زيادة مفرطة في تكوين خلايا الدم الحمر مما يسبب عدم نضوجها كاملا في داخل نخاء العظم فتخرج وهي فتية لازالة صغيرة فتخرج إلى نجرة الدم والحال الأخيرة هي Drunk-Induced Hens Body Formation هناك بعض الأدوية والعقاقير اللي تسبب ضرر في هيموغلومين داخل الغير الدم الحمراء مما يسبب تغسبات داخلها ولكن سرعا ما يتم استبدال العلاج أو قطعه تجعل خلايا الدم الحمر لطبيعتها موسيقى موسيقى موسيقى